مساء الانتصارات، مساء الخير، أعظم نادي في الكون، مساء الفرحة على جمهور الأهل العظيم اللي لسه بيحتفل بانتصاراته الحقيقة النادي الأهلي صاحب البسمة فعلاً والفرحة والسعادة وفعلاً يعني هو مصنع البطولات وتاجر السعادة زي ما بيقولوا وأخيراً أخيراً بتعود الأميرة السمراء بعد خصام، صحيح فضل لسبع سنين بس لا، خلاص النادي الأهلي بيواصل كتابة التاريخ بأحرف من دهب زي ما بيقولوا، الأهلي هو البطل والأهلي هو الكبير والأميرة عارفة أميرها المفضل فنهارده بكل فخر وبصوت عالي بنقول أنه الأهلي ملك أفريقيا بالأرقام والبطولات مش بالكلام، لسه الأفرح مستمرة النهارده حلقتنا فيها نجوم كتير جداً أنا عارفة أنتوا هتستمتعوا بيها إن شاء الله لأننا نشرفنا في الفقرة الأخيرة نجمين كبار جداً يمكن ما بيطلعوش وسائل الإعلام كتير لم حتى بيطلعوا بيطلعوا يتكلموا كده بشكل مختصر على السريع وبيجروا يكملوا المشوار النهارده مشارفيننا الكباتن الكبار كابتن ياسر إبراهيم وكابتن أيمن أشرف بس إحنا هنستمتع طبعاً بحديثهم وكوالسهم وتفاصيلهم اللي إحنا كلنا مشتقين نسمعها من لاعب لاعب الحقيقة ولو نقدر هنعمل كده فعلاً بس النهارده مشارفيننا في آخر فقرة من فقرات البيت الكبير الفقرة الأولى فيها ثلاثة من النجوم الكبار أيضاً الكابتن عادل طعيمة والكابتن شطة والكابتن شريف عبد المنعم اللي توقع النتيجة الصحيحة يا جماعة فهو لي جيزة طبعاً تبع البرنامج هنا هنقوله عليها لما يدخل إن شاء الله فنهارده طبعاً نجومنا الكبار دول مشارفيننا إن شاء الله تستمتعوا بحديثهم اللي هيطول إن شاء الله عن القمة وعن اللي جاي والمشوار الأطول اللي مستني نادي البطولات النادي الأحيان